موسيقى طبعا جاء الصيف وجاءت الفرحة ويمكن الصيف ما بنحسش أبدا بطعمه وفرحته إلا وإحنا نجحين النجح دايما بيحس بطعم النجاح والنجاح لطعم في قلوبنا بيختلف عن أي حد تاني النجاح والنجاح في التعليم بيعني الكتير والاطمئنان للمستقبل عودنا معكم أعزائي مشاهدين مرة تانية ومع ضيوفنا الأجلاء بنواصل لقاءتنا معهم طبعا إحنا كنا معهم السنة كلها في محاضرات ومتابعة مستمرة إحنا بنشكرهم وبنشكر كل الشرك معنا وبنعود ضيوفنا أستاذ محمود زكي دايما بنقول المدرس لما بيخش الحصة بيخش الفصل بنقول أنه متمكن في مدته قوي أنه أول ما بيخش بيشرح وبيتكلم وما بيطعش لحظة إلا وكلام على لسانه على طول مستمر البعض مننا بيقول الأستاذ ده حافظ الأستاذ ده بيقول ويمكن السنين اللي فاتت خلاص المنهج في دماغه مش محتاج أي حاجة إحنا بس اللي علينا كل يوم التاني نذاكر كل يوم التاني نحفظ كل يوم التاني نحل أسئلة الحقيقة إيه هل المدرس هو كمان بيذكر هل المدرس هو كمان بيحضر إيه الحقيقة أستاذ محمود الكتير جدا من الطلبة من أبنائنا الأعزاء يعني بيفتكروا أن المدرس يعني بمجرد ما خلص المرحلة التعليمية بتاعته وتعاين مدرس خلاص الموضوع بالنسبة له انتهى وده منهج محفوظ يعني في عقله وفي دماغه وكده طبعا الفكرة دي خطأ تماما يعني المدرس الناجح اللي زي ما قلت لحضرتك أنه ليه رسالة لأن لازم كل مدرس يفهم قبل ما يدخل الفصل ويشرح أو قبل ما ييجي في قناة مثل قنواتنا التعليمية يعني لازم يعرف أن ليه هدف وليه رسالة ويمكن في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث بيقول إن الله وملائكته حتى الحيتام في الماء حتى النملة في جحيها ليصلون على معلم الناس الخير فطبعا يعني لازم المعلم يعرف ويحط في باله الهدف ده جدا إنه معلم الناس الخير وعشان كده كل معلم لازم علشان يبقى ناجح لازم يطور من نفسه انت عرف حضرتك أن حتى أشكال الامتحانات ما بقتش وغدة النمطية القديمة يمكن معظم الطلبة دلوقتي في منهم كتير بيطلع مثلا يشتك يقول ده الامتحان سهل بس السهل الممتنع أو السهل الممتنع ده هو اللي لازم المدرس أو أي معلم في مصر لازم يعني يستعدله بمعنى إنه يقرأ يحضر لازم يطور من نفسه يشوف طريق أداءه يجدد من الطرق بتاعة الأداء دي لازم حتى بينه بنفسه ممكن إحنا بردك أستاذ محسن قبل ما بندخل الفصل في أي سنة دراسية يمكن بنقف قدام نفسنا كده ونقول طيب أنا هدخل مثلا هتعامل مع الطلبة ازاي هتكلم طيب هبدأ بإيه طيب وأنا بشرح يعني الطريقة دي أحسن ولا إن أنا كذا يعني يمكن كمان إنه هو لازم يقرب من الطلبة قوي علشان لو الطالب حب المدرس كل اللي بيقوله المدرس طبعا وأكيدا هيكون صح يعني بإذن الله من لسانه لقلبه مش لعقله بس وعشان كده لازم يكون المعلم متطور لازم بيحضر لازم بيعني بيقرأ كتير وبيشوف المناهج وتطورها ويشوف الحكاية ماشية ازاي مش مجرد إنه هو حفظ منهج ويدخل يقوله خلاص والطلبة يسمع وخلاص طمام بنقول أستاذ محسن يمكن دايما مهمة أو